بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين نشرع إن شاء الله تعالى في درس كتاب شرح بن عقيل واليوم يتمثل الدرس في حول طبعا بعد المقدمة في الكلم والكلام والكلم يقول صاحب المتن وهو ابن مالك رحمة الله عليه قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف وأستعين الله في ألفية مقاصد نحوي بها محوية أظن هذه مقدمة كلماتها سهلة وهي واضح جدا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وبدأ يقدم ألفيته قال نقرب الأقصى بلفظ موجز يعني أنه يحاول أن يوجز يوجز أهداف المعنى بشكل موجز يعني لا يطنب ولا يكثر من الشرح وإنما بشكل موجز يقرب المعاني إلى الأذهان وهي معاني هذه القواعد والقوانين في اللغة العرب ونبسط البذلة بوعد منجز كذلك يقول أنه سوف يقدم أنه سوف يقدم كل ما يعني ما في استطاعته وما في ذهنه من القواعد التي حصلها هو أثناء تاريخه كعالم نحو وكذلك بإيجاز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة الألفية ابن معتي وإن شاء الله سوف يكون رضاكم هو هدفنا وأن هذه الألفية ستكون أفضل من ألفية ابن معتي ابن معتي معروف هذا العالم النحوي الجزائري المشهور وهو من مدينة بجاية ولد في بجاية ولكنه توفي في مصر وتوفي ودفن في مصر وهو من بجاية المدينة الجزائرية المعروفة الآن قال فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبق حائز تفضيل وهو لأن ابن معتي هو الذي سبق ابن مالك في تأليف ألفية بحيث أعطى لابن مالك تجربة في تأليف ألفية في النحو في كلام العرب في قواعد كلام العرب وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة يعني وهو سبقني وهو مشكور ومتفضل علي أن ألف قبل ألفية في النحو وكان استحق فاستحق أن أشكره وأن أمدحه والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة ودعا الله له لابن معتي أن الله سبحانه وتعالى يجزيه خيرا عن هذه الألفية التي ألفها لطلاب العلوم الدينية ولطلاب العلوم العربية بصفة عامة نعم قال ثم دخل الآن دخل في يعني هذه الخطبة قدمها قدمها مقدمة للألفية والآن هو يشرع في شرح كلام العرب والاستفادة من قوانينه قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم وكلمة بها كلام قد يؤم يقول الشارح بعد هذه الأبيات من الألفية يقول الشارح وهو ابن عقيل وابن عقيل كذلك هو شخصية نحوية مشهورة جدا وهو واحد من أربعمائة شخص تقريبا شرحوا هذه الألفية يعني الذين شرحوا الألفية قبل ابن مالك قبل ابن عقيل ألفية ابن مالك كذلك شرحها ابن عقيل وقبله مئات الأشخاص من قبل ابن عقيل ولكنها كما ذكرنا سابقا أنها بشكل كذلك ابن عقيل مصلة جدا على اللغة العربية وهو عربي واستفاد من تحصيل من هذه خبرته في الأدب كذلك استطاع أن يشرح بشكل موجز وسهل وإن كانت المسائل كثيرة جدا في الكثيرة جدا ولكنه استطاع أن يصحح أحيانا كان يصحح لابن مالك لأنه نحوي وكذلك هو متضلع في علم النحو وكذلك كان هو ليس دائما يعني يعترض على القواعد وإنما كان يعترض أحيانا كثيرة ولكن أحيانا يعترض وكثيرا ما كان يؤيد ابن مالك وتقريبا هو في أكثر من 90% هو يؤيده وحتى اعتراضاته على ابن مالك هي قليلة جدا وشرحه بشكل بحيث يعطي انطباع جيد جدا والطلاب العلوم الدينية يستطيعون أن يستفيدوا فعلا يستفيدوا لأن الكلام سهل جدا ولكن فقط المطالب يعني ونحن حسب تدريسنا في السابق لبعض الكتب الأخرى ابن عقيل هو من أسهل الكتب في شرح الألفية والطالب يمكن أن يفهم بشكل سهل كل المطالب مهما كانت المسألة النحوية مسألة صعبة ولكن هو يقدمها بشكل سلس وسهل يسهل على الطالب فقط الطالب عليه أن يدرس أو يقرأ عليه أن يقرأ ويتأمن فسوف يجد الحل وسوف تصل إليه المسألة بكل سهولة إن شاء الله قال الكلام المصطلح عليه عند النحات يعني ليس عند اللغوين عند النحات عند النحويين عند النحات عبارة عن اللفظ المفيد اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها هنا أعطى ابن عقيل أعطى تعريفا للكلمة للكلام والكلمة عند النحويين وهو أن اللفظ المفيد أن يكون لفظا ويكون يعني ممكن يقول أنا أوصل لك معنى مثلا بدون قد أوصل لك معنى بدون لفظ ولكن لا يقول الكلام هو اللفظ يجب أن يكون لفظا وهذا اللفظ مفيدا فائدة يعني فيه فائدة له يعني فيه معنى له فائدة مفيد فائدة يحسن السكوت عليه وكذلك لا يفيد فائدة فقط هو اللفظ ويفيد فائدة ويحسن السكوت على هذه الفائدة مثلا قد يقول لك شخص مثلا ذهب علي إلى ويسكت هذا الكلام لا يفيد فائدة فالكلام هنا ناقص فيجب من أن يفيد فائدة ويريد أن يكون اللفظ لأن اللفظ عنده هو المفيد فائدة يحسن السكوت عليه هنا لا يحسن السكوت على هذه الجملة فبالتالي يقول فأقول ذهب علي إلى السوق مثلا أو المدرسة مثلا فهنا يكون اللفظ مفيد يحسن السكوت عليه قال فاللفظ جنس يشمل الكلام اللفظ صحيح اللفظ جنس اللفظ جنس يعني عنده مصادق كثيرة فاللفظ جنس يشمل الكلام أحد مصادق هذا الجنس هو أنه يشمل كلام والكلمة والكلم فالجنس هنا من نوعان من الجنس الجنس أفرادي وجنس جمعي يعني جنس يشمل أفراد يعني أنه مثلا مثل بقر بقرة فبقره مفردها يعني مفرد مفردة وهي مفرد للبقر جمع بقر والبقرة هي مفرد من ذلك الجمع فالبقر هنا جمع فهنا جنس جنس ويحتوي هذا الجنس على مصادق كثيرة وأفراده كثيرين فبقرة كذلك هي مفرد لجمع بقر قال نعم الجنس يشمل الكلام الكلام هو الكلام هو اللفظ من الجملة هو مجموعة ألفاظ الكلام هو مجموعة ألفاظ و مجموعة ألفاظ أو مجموعة كلمات ويحسن السكوت عليها يعني هو قد يكون اثنين مثلا مثل قام زيد أو زيد قائم زيد قائم هذا كلام لماذا لأنه أكثر هو أكثر من كلمة وهو مفيد فائدة كذلك يحسن السكوت عليه و كذلك يشمل اللفظ يشمل الكلمة وهو اللفظ الواحد مثل زيد فزيد زيد كلمة والكلم الكلم كذلك والكلم كذلك هو في تعريف الكلم أنه يجب أن يكون أكثر من ثلاثة ألفاظ ولكن لا يهم إن كان إن كان يفيد فائدة أو لا يفيد فائدة بالنسبة للكلم تعريف الكلم أنه يجعله هو من ثلاث كلمات أو أكثر ثلاث كلمات ولا يهم إن كان يفيد فائدة يحسن السكوت عليها أو لا يعني هو المهم أنه ثلاث كلمات في حين الكلام الفرق بينه وبين الكلام أنه الكلام لا يجب أن يكون أقل شيء في الكلام يجب أن يكون من يتركب من لفظين وهذين اللفظين هذين اللفظين هما نعم يجب أن يكون يفيد فائدة يحسن السكوت عليها فما أكثر طبعا ليس بالضرورة أن يكون لفظين لفظين ثلاث ألفاظ أربع ألفاظ ولكن المهم أن يكون له معنى يعني له معنى يحسن السكوت عليه وهذا هو الفرق بين الكلم والكلام الكلام أنه يجب أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها ولكن الكلم لا هو من يجب أن يكون ثلاث ألفاظ فما أكثر ولا يهم إن كان يحسن إن كان يمكن يحسن السكوت عليها أو لا مثلا كأن يقوم كما قلنا أنه ذهب علي إلى هذا ذهب علي إلى المستمع ينتظر منك أن تنهي هذه الجملة لأنها جملة ناقصة فبالتالي بالنسبة إلى هذا هو الكلم الكلم المهم أنه يتركب من ثلاث ألفاظ سواء كانت أفادت فائدة يحسن السكوت عليها أو لم تفد في حين الكلام لا الكلام يتركب من لفظين كذلك فأكثر ولكن يجب أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها مثلا قام زيد فقام زيد كلام وليس بكلم لماذا لأنه ليس ليس فيه ثلاث ألفاظ وإنما فيه لفظان فقط والكلام يجب أن يكون فيه فائدة يحسن السكوت عليه قال إذن فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلم والكلم ويشمل المهمل كديز يعني اللفظ كذلك يشمل المهمل المهمل ولا كديز وديز هي مقلوب زيد دايز منه مقلوب زيد ولكن دايز مهمل هذا لفظ مهمل وليس لأنه لا يفيد فائدة ليس له معنى في ذاته دايز منه العرب لم يضعوا لفظ دايز لمعنى معين والمستعمل كعمر اللفظ مهمل واللفظ المستعمل كذلك اللفظ المستعمل كعمر عمر منه هو لفظ وضع لمعنى وضع لمعنى ومفيد أخرج المهمل يعني قال اللفظ المفيد فائدة ومفيد أخرج المهمل ومثل دايز وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة لأن الكلمة لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليه مثل الكلم نعم وقال وبعض الكلم وبعض الكلم كذلك بعض الكلم كذلك قلنا أنه بعض الكلم هو يجب أن يتركب من ثلاث كلمات الفاظ سواء كان أفادت أو لم تفيد فبالتالي يحسن السكوت عليه أخرج الكلم الذي لا يحسن السكوت عليه وهو قال وبعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد فإن قام زيد هنا لا يحسن السكوت على إن قام زيد ولكنه كلم ولكنه ليس بكلام قال ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم الكلام لا يتركب إلا من اسمين أو من فعل واسم كقام زيد عندنا إما أن يتركب الكلام من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل واسم كقام زيد وكقول المصنف استقم استقم هو جملة فعل أمر يعني استقم أنت فهو يمكن أن نسميه كلام ولا نسميه كلم كذلك لأنه يفيد فائدة يحسن السكوت عليه فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر والتقدير استقم أنت فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليه فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم يعني بحيث أنه يستعمل يعني يأتي بمثال في التعريف يأتي بمثال فلا يحتاج مثلا أن يقول اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ويسكت وإنما يقول الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم فبالتالي التعريف هو هذا نعم التعريف منها فيمكن أن يقوم بالتعريف بالمثال يعني يقوم بالتعريف بالمثال وقال وإنما قال المصنف كلامنا ما معنى كلامنا إنما قال المصنف كلامنا يقصد به كلام النحات كلام النحويين ليعلم أن التعريف ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في استلاح النحويين وليس عند اللغويين لا في استلاح اللغويين وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به في اللغة الكلام اسم لكل ما يتكلم به كل ما يلفظه الإنسان يسمى كلام مفيدا كان أو غير مفيد يلفظ لفظا كديزل مثلا فهذا عند اللغويين يعتبر هذا حتى المهمة المهم اللفظه يعتبر كلاما والكلام عند اللغويين يشمل حتى المهمة الكديز قال والكلم اسم جنس الكلم كذلك اسم جنس والجنس كما تعلمون أنه من ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا نوع إلى نوعين يسمى بالجنس الإفرادي والجنس الجمعي نعم جنس أفرادي وجنس جمعي جنس يكون تحته أفراد وجنس يكون تحته جماعات فكله هذا قال والكلم اسم جنس واحده كلمة الواحد هي كلمة وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف يعني الكلمة في حد ذاتها هي إما تكون اسما أو فعلا أو حرف نعم عندها طبعا عندها النحات وإما حرف لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الإسم أن يكون الإسم هو يحمل معنى في ذاته ولكنه ليس مرتبطا بأي بأي زمان ما الفعل هو كذلك يحمل معنى في ذاته في نفسه ولكنه مرتبط بأحد الأزمنة إما ماضيا أو حاضرا كذلك قال وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف إذن والحرف له معنى في غير ليس له معنى في نفسه بل في غيرها يعني نعم الكلمة إذا كانت حرفا فهي تحمل معنى ولكن هذا المعنى في غيرها وليس من المعنى في غيرها يعني لأنه عادة الحروف تكون للربط فبالتالي فيها فهي تحمل معنى في غيرها ولا تحمل معنى في نفسها نعم قال وإن اقترنت بزمان فهي الفعل وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر الكلم كما ذكرنا ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد وإن قام زيد نعم تركبت من ثلاث كلمات هذا يسمى الكلم لا يتركب إلا من ثلاث كلمات كما قلنا وأنه سواء ليس مشكلة إن كان يحمل معنى إن كان يفيد فائدة يحسن السكوت عليها أو لا يفيد نعم قال والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد الكلمة هي المعنى الموضوع لمعنى مفرد لها معنى واحد وليس الكلمة لها معنى واحد وليس وليست حتى وإن كان نعم قال والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز يخرج الموضوع لمعنى يخرج المهمل كديز ليس له معنى أخرج المهمل كديز وقولنا مفرد أخرج الكلام قولنا يعني المفرد المفرد يخرج الكلام لأنه ليس له معنى مفرد هو يخرج الكلام كذلك فإنه موضوع لمعنى غير مفرد الكلام هو مجموعة الألفاظ كلمات متعددة وليس موضوع لمعنى مفرد ولكن له معاني فإنه موضوع لمعنى غير مفرد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع القول يعم الجميع كما قلنا يعني أنه يعم الكلم والكلمة والكلام هذا قوله كله قول يعني ما يقوله الإنسان سواء كان له معنى أو ليس له معنى أو كان مثلا كلمة واحدة له معنى مفرد أو له معنى أكثر من غير مفرد فكلها تسمى هذه تدخل تحت القول نعم قال ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد بعضهم يقول أنه يستعمل في المفرد وهذا زعم كما قال ابن عقيل هذا كلام يعني مجرد كلام وليس ليس له يعني لأن العرب يفهمون أن هذا 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 القول هو لا القول هو مجموعة هو يعني القول هو يشمل هذه كلها الذي له معنى مفرد أو الذي يتركب من يعني كلمة سواء كانت كلمة لها معنى مفرد أو كلام أو كلم فكله يسمى عند العرب قول وهذا المتعارف يعني فهذا الزعم ليس تاما نعم قال وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام الكلمة يقصد ثم نعم قد يقصد بها الكلام لأن كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص لا إله إلا الله كلمة الإخلاص فلا كلمة إلا كلمة الله كلمة ولكنها سميت كلها ولكنها كلها سميت كلمة فهذا الكلمة يعني هنا كذلك قصد بها قصد بها ماذا قصد بها تقريبا يعني نقول مثلا أحيانا نقول لقد ألقى الرئيس كلمة أمام المجلس مثلا هذا اليوم أو أمام الصحفيين مثلا في ندوة صحفية أو شيء يقول ألقى الرئيس كلمة فهذا الرئيس هو سيلقي كلمة ما معنى كلمة يعني هي مجموعة جمل كلمات عشرات الكلمات سيقولها لم يقول كلمة بمعنى كلمة بمعنى لفظ مفرد ليس صحيح هذا الكلام نعم وقد يجتمع الكلام والله سبحانه وتعالى الباريس سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول الكافر لما يدخل الجهنم يقول ربي أرجعني أعمل صالحا فيما تركت ماذا يقول الباريس سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يعني هذا إن هي إلا كلمة يعني إن هي إلا كلمة في حين ماذا قاله قال ربي أرجعني أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هذا هو ماذا قال ربي أرجعني أعمل صالحا فيما تركت ربي أرجعني أعمل صالحا فيما تركت كلمات ولكن الباريس سبحانه وتعالى وصفها بأنها كلمة ثم قال إن هي إلا كلمة هو قائلها فبالتالي نعم فبالتالي فبالتالي هو يعني هي الكلمة يمكن كذلك ولكن عند من عند من يمكن أن تعتبر هذه الجمل الكثيرة والمفردات الكثيرة عند النحات يقولون أنها يعرفون الكلمة بأنها معنى مفرد في حين كذلك هي أوسع كذلك من ذلك وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات يعني هو كلم وكلام في نفس الوقت أولا لأنه فهو كلام لأنه يفيد فائدة يحسن السكوت عليها وكذلك هو كلم لأنه مركب من ثلاث كلمات ومثال انفراد الكلم كقوله إن قام زيد ثلاث كلمات وإن لم تفيد فائدة يحسن السكوت عليه ومثال انفراد الكلام زيد قائم انفراد الكلام لأنه أقل من ثلاث كلمات حتى نقول أنه كلم رغم أنه يفيد فائدة يحسن السكوت عليها نحو قوله زيد قائم هنا انفرد الكلام عن الكلم لأن هذه الجملة لا يمكن أن نسميها كلم وإنما نسميها كلام لأنها تفيد فائدة يحسن السكوت عليها وهي أقل من ثلاث كلمات وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة شكرا